أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشرته الأسبوعية تحت عنوان الصحة الرقمية اتجاه متزايد ومستقبل واعد حيث أكد أن قطاع الصحة الرقمية في مصر يشهد نموا كبيرا وتطورا ملموسا وأوضح المركز أن مصر تعد منافسا كبيرا في موجة التحاول الرقمي التي شهدها العالم بعد تفشي جائحة كورونا هي تقوم بتطوير التقانيات الرقمية الأكثر ابتكارا بدءا من التطبيب عن بعد والتشخيص والتأمين الصحي فضلا عن التوسع السريع في الصحة الإلكترونية في البلاد وأضف مركز المعلومات أن مصر تسعى إلى القيام باستثمارات رئيسة في مجال الصحة الرقمية لتقليل التكاليف وتوفير رعاية صحية فعالة لمواطنيها كما تهدف مصر إلى أن تبلغ حصة الذكاء الاصطناعي من ناتجها المحلي الإجمالي ما يصل إلى 7.7% بحلول عام 2030